موسيقى للحديث أكثر حول هذه الذكرة الغالية على قلوبنا ينضم إلينا في الأستوديو المحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ النهاري دكتور مساء الخير وطبعا ثورة السادس والعشرين من سمتمبر كان لها خصوصيات ووصمات تختلف عن باقي الثورات وكان مشروع الإنسان اليمني كأولوية ما هي أبرز سماد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وثورة سبتمبر بخير إن شاء الله والشعب اليمني بخير ونزف التهنئة للشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية والأولى من هذه الثورة طبعا ثورة سبتمبر 26 سبتمبر 1962 هي ثورة إنسانية بامتياز ثورة إنسانية بالدرجة الأولى قامت من أجل الحرية والإنعتاق من الظلم والاستبداد وقامت من أجل رد الاعتبار للإنسان اليمني كمواطن له حقوق متساوية وواجبات متساوية ولهذا جاء الهدف الأول من أهدف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ليؤكد على إقامة النظام الجمهوري وإلغاء التمييز والفوارق بين الطبقات لأنه جاءت الثورة على أنقض النظام الإمامي الذي بنى هرمية معينة للمجتمع تقوم على التمييز وعلى الطبقات الاجتماعية وكان سلما يتعارض مع إنسانية الإنسان ومع الحقوق المواطنة فجاءت الثورة وجاءت الأهداف وبالذات الهدف الأول ليعيد الاعتبار لحرية الإنسان لإنسانية الإنسان ولحريته والاعتبار للمساواة للمواطنة المتساوية وإلغاء الامتيازات التي حاول أن يفرضها نظام الإمامي الكهنوتي هذا في الجانب الإنساني والجانب الإنساني هو منظومة متكاملة لا يكفي أن تعطيه الإنسان الحرية وأن تعطيه أيضا حرية المرجعية الشعبية في اختيار من يحكم لأنه الهدف الأول هذا مهم جدا من أهدف سبتمبر وهو إعادة ولاية الحكم إلى الشعب وليس لأسرة أو لسلالة أو لأسطورة تاريخية بل إعادة الحق الشعبي في اختيار من يحكمه باعتبار أن الشعب يحكم نفسه بنفسه بعد ذلك تأتي منظومة الحقوقية كلها في بقية الأهداف منظومة هناك حقوق اقتصادية حقوق سياسية حقوق اجتماعية حقوق ثقافية شملتها بقية الأهداف الستة لكي تبني وطنا حرا وشعبا ذو كرامة وطبعا كانت أهدافها لا تتعلق فقط الهدف الأول بالقضاء على النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف بل تتعداه إلى طرد الاستعمار في جنوب الوطن لذات الهدف من أجل استعادة حرية وكرامة الشعب اليمني التي سلبت منه إما بيد الاستعمار أو بيد الحكم الإمامي نعم يعني الآن مع كل هذه الأهداف التي ذكرتها دكتور كيف ممكن استلهام مبادئ وقيم الثورة السبتمبرية الخانية في مقارعة الإماميين الجدد ما هو المطلوب من الشعب اليمني حتى يستطيع التخلص من هذه الأفكار الدخيلة من هذه السيطرة المؤقتة شؤال جيد ومهم خلال خمسة عقود من أمر الثورة سبريل سبتمبر كانت هناك تنمية مستمرة وتحقيق لهذه الأهداف على مدار كل هذا الزمن على مدار خمسين عاما كانت الدولة والشعب مشغولين بإنجاز هذه الأهداف بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكانت زخم الثورة يمضي وقطار الثورة يمضي وقطار التنمية يمضي جاءت القطيع الأخيرة التي حدثت في العقد الخامس على إثر انقلاب الإماميين الجدد الميليشيا الحوثية الإمامية في 21 سبتمبر 2014 لتقطع هذا الطريق وهذه السكة التي كانت مستمرة وماضية لذلك كانت الأهداف في العقود الخمسة كانت أهداف عملية كان الكل يعيش ويطبق ويشارك في تطبيق هذه الأهداف فتحققت الوحدة الوطنية تحققتها الديمقراطية تحققت بناء مؤسسات الدولة الحديثة تحققت الانتخابات والآلية الانتخابية والديمقراطية ومارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه تحققت تنمية مستدامة كل هذا تحقق بناء جيش قوي بنت اليمن علاقات خارجية محترمة قدمت التزاماتها للعالم حافظت على السلام العلبي والسلام الإقليمي والسلام الوطني والتزمت بكل المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وعلاقات السلام هذا كان في العقود الخمسة عندما جاءت هذه القطيعة وهذا الانقلاب أصبحت أجيال الثورة أمام هزة كبيرة أصبحت الآن عاد هذا الجيل الذي يناضل اليوم من أجل استعادة الثورة ومكاسبها المهددة اليوم من الانقلاب الإمامي الجديد خلقت حافزاً ووعياً جديداً إضافياً للشباب ولكل الشرائح المجتمع بأهداف الثورة وعادوا من جديد ليستلهموا هذه الأهداف ويقرؤوها ويتعمقوا فيها أكثر ويدافعوا عنها ويموتون من أجلها طيب دكتور في المقابل أيضاً هناك نسبة ضعيفة من الشباب من يجهلون هذه الأهداف وأيضاً يتأثرون بالأفكار المتطرفة بشكل نعام هنا كيف نستطيع أو ما هو دور الشباب أو دور الجهات المعنية دور اليمنيين بشكل نعام للوقوف لهذه الأفكار المتطرفة طبعاً في مشكلة بعد الانقلاب الحوثي هناك مشكلة أنه لا توجد دولة مركزية تعنى بإعادة بناء الهوية الوطنية وإعادة تجسيد أهداف الثورة لدى الشباب الآن الشباب مقسمين ومشدودين إلى قائمتين في المناطق المحررة يتلقون أهداف الثورة ويستلهمونها ويتشربونها في الممارسة المدرسية وفي المنهج المدرسي بينما التعليم الذي يقع تحت طائلة الانقلاب الحوثي يتعرض لنوع آخر يتعرض لتدمير الهوية الوطنية لتطييفها يتعرض لغرس ثقافي طائفي سلالي مقريط ليس له علاقة الهوية الوطنية ويتعرض لكثير من التشتيت وهناك أيضاً أطراف متطرفة أخرى في المقابل مذهبية ومناطقية تقوم بنفس الدورة السلبي إذن الشباب أمام تحدي كبير وليس لدينا من أسلحة كافية خاصة في المناطق التي تقع تحت طائلة الحوثي إلا أن تقوم الأسرة بواجباتها ويقوم الإعلام بواجبها الإعلام الذي يستطيع أن يصل إلى الناس بكل وسائله الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي ومما ألاحظ من تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك وعياً شاباً كبيراً ينمو وهناك شغف كبير بمحاولة فهم هذه الأهداف والشعور بخطورة ما حدث وبخطورة محاولة سرقة مكتسبات هذه الثورة التي ناضل من أجلها اليمنيون ودفعوا ثمناً غالياً من أرواحهم ومن عرقهم ومن جهدهم نعم فعلاً دكتور كلامك في محله دكتور عبد الحفيظ النهاري شكراً جزيلاً لك على كل هذه الشرح وهذا التوضيح والتثير أيضاً بهذه المناسبة الغالية شكراً لك شكراً لكم